طائر نقيشر الصفصاف ويسمى هازج الصفصاف الصغرى طائر ينتمي إلى فصيلة الدخلية الورقية من الرتبة العصفوريات منتشر على نطاق واسع في جميع الأجزاء الشمالية من أوروبا وآسيا ويقضي الشتاء في أفريقيا وصولا إلى جنوب أفريقيا في فلسطين يعتبر مهاجر شائع جدا في بداية الخريف سبتمبر وكذلك شائع جدا في أواخر الربيع إنها لا تتكاثر أو حتى تتواجد في فصل الشتاء في منطقتنا الطل من 9 إلى 10 سنتيمتر والوزن من 5 إلى 9 غرام تتغذى على العناكب والرخويات التوت والفواكه والحشرات واليرقات هازج منها وازج الأوراق صغير جدا يهاجر لمسافات طويلة صفراء مخضرة أو بنية رمادية الأجزاء الظهرية عند السلالة الغربية بنية مخضرة ذات مسحة زيتونية والأجزاء البطنية ذات مسحة بيضاء تتلاشى إلى البياض في أواخر الصيف هناك خط باهت ضيق فوق العين السلالات الأخرى باهتة أكثر وبنية أكثر في الأعلى وبيضاء في الأسفل الأرجل بنية باهتة أساسا وأحيانا داكينة أكثر تتحرك حركة متواصلة وترفرف وسط النباتات وتنفض جناحيها وذيلها تغريدها تنازلي رقيق النداء كئيب على هيئة هوويت الموائل يعيش نقشار الصفصاف في الغابات المفتوحة الأشجار الأكثر رغبة لهذه الأنواع هي موائل التولى والصفصاف في موسم الهجرة يمكن أن يشاهد تقريبا في كل موائل الأشجار ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر